السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وعزائي التابعين والمهتمين بكثار الزيتون نقطة مهمة دائما احب ان نبه عليها دائما هي الرطوبة العالية اخوان اي يعني كنت تتمنى اصوركم هذا البيت اللي هو اللي هي زرعت بي وبي شوف الفتحات بي فتحات وهذا يعني خطأ وقبل ايام كانت الرطوبة قليلة جدا بس زيدنا الرطوبة وهاي حتى العقل واضح يعني انا على خبرتي اعرف انه هذه العقل ليست جيدة لانه شوف العقل ووضعيتها بعد ثلاث ايام اربعة ايام من الزراعة شوفوا شنون صاهرة وهذا دليل على انه فقدت الكثير من الماء خلال هاي المرحلة ولذلك لانه الضغط العمل والاستعجال هو اللي المفروض هذا البيت يكون محكم الغلق بعدة فتحات بس اريد اشوفكم بعد ما شنو الحل حاولت احل الموضوع كلاتي اخوان بالنسبة للرطوبة شو الرطوبة الرطوبة يازم تكون عالية جدا فشنو الاسوياني وطبعا فرصة ايشوفكم ايضا الزميج داما احنا اللي مستخدمه الزميج النهري ناعم اللي يفقد الماء بسرعة عالية يعني مجرد بس فقد الماء بشكل كبير جدا ابدا فلحل لحل موضوع هذا داما نبه علي اخوان داما استخدم الرش لارش يعني ارش الاراضي كل الارض هذه كل الاراضي كل الارض والنباتات كل هن ارشين حتى الارض اللي ارشها كلها الماء وارش الزيتون دائما وحتى ارش البيت البلاستيكي حتى ازيد نسبة الرطوبة جدا لازم تكون نسبة الرطوبة عالية جدا مهما متى ما دخلت على البيت البلاستيكي وشفتها جاف اعرف انك هناك وقعت في خطأ لازم انه تكون رطوبة عالية جدا تحياتي